بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الزميلات والزملاء الحكومة الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الكلمة باسم الذوات الزميلات والزملاء أعضاء كتلة العدالة النيابية مع حفظ الألقاب وسوف أزود الأمام العامة بأعضاء هذه الكتلة الكريمة بسم الله على غزة وأهل غزة بسم الله على الصابرين الصامدين الحامدين وبسم الله على كل من روى بدمه الطهور تراب الأرض المقدسة والسلام على قواتنا المسلحة الجيش العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية والأمن العام درع الوطن والسلام على أصحاب المواقف الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير أصحاب المعالي والسعادة نناقش اليوم الموازنة العامة للدولة كما نناقش الموازنة في سنوات سابقة نقف في هذا اليوم في ظل ظروف سياسية صعبة يواجهها وطننا الغالي بسبب ما يجري في الإقليم من تطورات سياسية وعسكرية في إقليم ملتهب يبذل جيشنا العربي الباسل جهوداً جبارة في الحفاظ على أمن حدودنا الشمالية التي تحاول عصابات الشر والتهريب والتي تحاول زعزعة أمن هذا الوطن بكل الطرق الشيطانية والجهنمية لنجد في وجهها سدًا منيعًا من الجباه السمر الذي تفد الوطن وقيادته وشعبه الغالي بالغالي والنفيس على حدودنا الغربية حيث يعاني هناك الويلات شعبنا هناك ويلات من احتلال غاشم مجرم لا يراعي أي حقوق أو قوانين أو أنظمة احتلال مجرم يتلذَّذ في القتل والإجرام والتنكيل بشعب أعزل كل ما يريده هو تحريره من قيود لاحتلال وتأسيس دولته المستقلة على ترابه الوطني الفلسطيني وفي هذا الوقت العصيب الذي تعيشه المنطقة تبذل قيادتنا الهاشمية الحكيمة كل جهد من أجل وقف شلال الدم والإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة التطرف في الكيان المحتل في غزة غزة العزة من خلال اللقاءات والجولات التي يلتقي بها سيد البلاد حفظه الله مع مختلف قيادات العالم لوقف هذا الإجرام المستمر وكذلك تقديم العون والمساعدة لأهلنا في غزة من خلال المستشفيات والمساعدات من خلال اللجنة الخيرية وهذا دائما موقف الهاشميين في هذا الوطن أصحاب سعادة الرئيس أصحاب المعالي والسعادة إنما نراه من إجرام بحق أهلنا يستدعي مننا أن نتحرك بجهد أكبر مع قيادتنا وأجهزة الأمنية وشعبنا العظيم لدعم صمود الأهل في غزة والضفة الغربية لكشف بشاعة ما يقوم به الاحتلال من محاولات التهجير والترحيل وتفريغ الأرض من أهلها ليتسنى له تنفيذ مخطته التاريخ في إقامة دولته الصهيونية دقيقة أبو سهل أنا أعطيك بس صوت عالي كمّل أبو حمد نحن سامعين اللي بتحكي معه ليس صوتك يعني صوتك واطئ بس صوت اللي معك عالي كان تفضل أبو حمد التاريخ في قامة دولته الصهيونية على التراب الوطني الفلسطيني والامتداد أكثر في الجغرافيا لتحقيق حلمه بما يسمى أرض إسرائيل من النيل إلى الفورات وللأسف فأن بعض الدول العربية لا تستشعر هذا الخطر الذي سيمتد إليها في حال لا سمع الله نجح هذا المخطط الصهيوني والامتداد إلى الضفة الغربية ثانيا وذلك فأن دعم صمود الشعب الفلسطيني هو الحل الأمثل لإفشال هذا المخطط الشيطاني الذي سيتحول إلى كابوس يؤرق مضاجعهم وأحلامهم فلك الله يا غزة ولولا العالم كله ضدك فيكفيك إن الله معك ومن هنا ومن تحت قبة البرلمان الأردني نوجه التحية لدول جنوب أفريقيا العظيمة تلك الدولة التي عانت الأمرين من حرب الإبادة الجماعية وقدمت كل التضحيات حتى تحررت من قيود المحتل فجاء أحفاد منديلا ليكملوا سردية التحرر العالمية بانتصارهم لإخواننا في فلسطين الذي كنا نتمنى أن يكون الإجراء الذي قامت به جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية بوضع الكيان المحتل ورئيس وزرائه القذر نتنياهو خلف قضبان المحاكمة الشعبية وكشف زيف ما يحاول ترويجهم بأنه دفاع عن النفس وللأسف فإن جامعة الدول العربية التي فشلت في امتحانات عديدة أضافت فشلا جديدا في سجلها بعد أن أصبحت كما المتفرج لما يحدث لجزء من الشعب العربي الذي من الافترض أن يكون وجودها من أجل الدفاع عنه ولذلك فإن إغلاق هذه الجامعة التي أصبحت بلا طعم ولا رائحة ورغم أن القرار الصادر يوم الجمعة من المحكمة الجنية الدولية كان ضبابيا وغير مكتمل لأركان في إدانة الكيان بالإبادة الجماعية وعدم إصدار قرار بوقف النار الفوري وكانت المحكمة تؤطي ذريعا للكيان المحتل بالاستمرار بجرائمه مما يدل إن الغرب ما زال متمسكا بربيبته المدلل إسرائيل دون اعتبار لنا كشعوب عربية وكأننا ليس موجودون على خارطة العالم وللأسف هذا ما أوصلنا إليه بعض دولنا العربية التي هم أكثر خطرا من الصهاينة وتعتبر ما يجري في غزة ليس شأنا مهما بالنسبة لها وهنا أصحاب السعادة والمعالي أود أن أستثمر هذه الفرصة لتثمين الجهود الكبير الذي بذلتها وزارة الإدارة المحلية وحرص نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية معالي الأخ توفيق كريشان على الإنجازات التي تم تحقيقها للنهوض بقطاع الإدارة المحلية بشكل عام وفي البلديات بشكل خاص حيث بدأنا أن نلتم استمار خطة التعافي البلديات من المديونية التي تعمل عليها الوزارة بتوجيه ومتابعة مباشرة من أخي كريشان وأن عكاس ذلك بشكل إيجابي على جودة الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين وتوجيه البلديات نحو فتح باب الاستثمار والتنمية المحلية مع القطاع الخاص وأيضاً وإنما تقوم به الوزارة من إجراءات أسهمت في تطوير أداء البلديات وتوسيع تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية إلى جانب المساهمة في تعزيز اللامركزية من خلال مجالس المحافظات التي بدأنا نلمس تقدماً ملحوظاً في عملها المتكامل وهناك في بعض أطفال الأنبيب الذي يهاجمون هذه الوزارة الذي عملت الكثير لهذا الوطن وهنا نطالب دولة الرئيس المحترم أولاً دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة أخاطب دولة الرئيس الالتزام بتطبيق التشريعات المعمول بها فيما يتعلق بموضوع العطاءات والمشاريع وأن يتم دراستها بشكل وافي وعدم الذهاب لتنزيم العطاءات بطريقة مباشرة على شركات أو شخص بعينه مما يشكل هدراً للمال العام وعدم تحقيق العدالة والمسواة والشفافية والحيادية فيها ويضعها في منظر الشبهة بل يجب أن يتم حالتها بعد إتاحة الفرص أمام المتعاهدين والمقاولين والملتزمين للتقدم لهذه العطاءات والتعامل معهم على مسافة واحدة حفاظاً على المال العام ونعرف لمن تم التنزيم في بعض المؤسسات الوطنية نعرف تماماً دولة الرئيس فراجيين كتة العدالة التقيد بالشفافية بهذا المطلب لكتة العدالة وهو حفاظاً على المال العام لهذا الوطن الكبير بقيادة جلالة الملك ثانياً نطالب الحكومة بدعم مؤسسة المتقاعدين العسكريين الذي تخدم أكثر من عشر آلاف متقاعد عسكري وكونها تتبع إلى رئاسة الوزراء هذه المؤسسة مطالبين الحكومة بتخصيص مبلغ مليون دينار سنوياً لدعم هذه المؤسسة هذا أعتقد مطلب كتة العدالة دولة الرئيس يعني راجيين النظر بهذا الأمر دعماً للمتقاعدين العسكريين الذي خدموا هذا الوطن لسنوات طويلة وكما أيضاً تطالب كتة العدالة بزيادة رواتب العسكريين والمدنيين ومتقاعدين ضمان الاجتماعي لسوء أحوالهم في الظروف المعاشية الصعبة دولة الرئيس أعتقد نحن نقدر بأن موازنة دولة هناك فيه خفض فيه فيه عجز في الموازن لكن نتأمل بيكون دعم من خلال هذه الحكومة بإيجاد الحلول لهذه الشريحة وأيضاً نطالب كما طالب زملائي في هذا المجلس بدعم صندوق الطالب الفقير في الجامعات والرجوع عن التعليمات الجديدة التي صدرت مؤخراً عن وزارة التعليم العالي فهذا مطلب أصبح عاماً لكل مجلس النواب ولكل الشعب الأردني وأنا الأوان دولة الرئيس أن تلتزم الحكومة أمام هذا المجلس بالتأمين الصحي الشامل أعتقد يعني كل زملائنا في هذا المجلس محرجين لموضوع العشر إعفاءات وأعتقد هناك يعني تماث مباشر مع أهلنا المواطنين في مختلف الدوائر فهذا مطلب أعتقد لا بد من الإجابة من الحكومة في الرد على هذا المجلس بالتأمين الصحي الشامل وأعتقد مواطننا الذي قدم الكثير لهذا الوطن يستحق مننا الكثير الأقل تأمين الصحي الشامل وهذا مطلب أعتقد عادل دولة الرئيس خاطبنا الحكومة من خلال موازنة موازنة العام الماضي بإلغاء دوان الخدمة المدنية وأعتقد هناك قرار تشكيل هيئة جديدة وتفريخ وعلماً بأن هذا المجلس طلب من الحكومة بعدم إنشاء هيئات جديدة تسمى بهيئة دوان الخدمة المدنية هناك تفريخ لبعض القيادات خمس مفوضين أو أربع مفوضين أنا أعتقد بأن هذا الدوان هناك مخزون من الكفاءات من أبناء الدوان أنا أعتقد أنه ما احترامي للأشخاص هذا أعتقد شؤال كبير فيما يتعلق بموضوع الهيئة دوان الخدمة المدنية وتفريخ هيئات جديدة أنا أعتقد أن هذا قرار أعتقد أنه جازماً أنه أعتقد أنه يجب أن أتراجع عنه أو إيجاد حلول لإنصاف هذه الشريحة من الموظفين وهنا نتكلم عن قطاع الزراعة القطاع المهم والحيوي والذي لعب دوراً هاماً وكان على مائدة كل أردني في ظروف صعبة ومنها الكورونا أعتقد هذا القطاع اليتيم والمظلوم ونحن نحترم معالي وزير الزراعة الذي نقدر جهوده لكن أنا أعتقد آن الأوان لوقف الاستيراد الحمضيات والخضار دعماً للمجارعين وأعتقد هذا مطلب عادل لكل المجارعين وأعتقد الآن أصبح المجارع مطارد للشركات الزراعية ومؤسسة الإقراض الزراعي فنتابع جولات مع الوزير جولات مهمة فإحنا معنيين بإيجاد الحلول الكافية فيما يتعلق في وزارة المياه والري أنا أعتقد معالي الأخ رائد أبو شعود اليوم نشد على إيد هذا الوزير الذي يبني ما تم تخريبه من الوزير السابق هذا الوزير الذي دمر وزارة المياه والري هناك مئات الملايين تم هدر هذه الأموال وأعتقد اليوم ندعم هذا الوزير في إصلاحاته لهذه الوزارة الوزير الذي يعمل لدينا الجرأة أن نشكر هذا الوزير الذي يعمل فلذلك أنا أعتقد أن شركة مياه اليرموك لا يعقل بعهد الوزير السابق أربع مدراء في سنة واحدة أنا أعتقد طالما هناك فشل في هذه الإدارة إدارة الإدارة الفنية والمالية أنا أعتقد الأولى أن تضم هذه الشركة كما كانت في السابق لوزارة المياه والري وهذا أعتقد مطلبنا مطلب عادل وأعتقد يستحق أنه الحكومة تأخذه بعين الاعتبار وأخيرا وليس آخرا حمل الله الوطن وقائد الوطن وعاشت فلسطين حرة عربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورد على لسان الزميل أبو حمد المحكم الجنائية الدولية والصحيح هي محكمة العدل الدولية بس للتصحيح